تحياتي النهاردة أكلمكم عن راسبوتين الشيطان الذي تجسد في صورة إنسان بدون مبالغة هو راهب فاصق عاشق للنساء كان أحد أسباب قيام الثورة البلشفية 1917 بسبب الفساد اللي حصل في روسيا بسببه اسمه بالكامل جيروجوري يافيموفيتش المعروف باسم راسبوتين ولد 9 يناير 1869 وقتل 17 ديسمبر 1916 عرف قريته بإدمان المشروبات الكحولية وكان عاشق للطبيعة والسهول الخضراء يتحدث كثيرا عن الرؤى الإلهية التي تأتي له عينان جميلتان متوحشتان كان يجيد التنويم الموناطيسي استشتهر بقدراته الخارقة التي فيها مس شيطاني بعد الشيء كان يستطيع شفاء أي إنسان أو حيوان بلمسة من يده عاش في وسط الجهلة من فلاح قريته مقدسا صاحب كرامات ورؤى كما كان يدعي والبساطة أهل قريته كانوا يصدقونه رغم كونه أمي لا يجيد القراءة والكتابة كان معروف عنه العربدة والمجون والسكر وشهدته الزور وكل شيء سيء الصراحة ومع كل هذا كان الجهل المتعصبين في قريته يصرون على قدسته واحترامه لكن في النهاية انتهى بأنه هرب من قريته بعد فضيحة مسكه متلبسا بسرقة جواد من أحد جيراني وبعد هروبه هذا انضم لطائفة دينية تسمى الخاليستي الخاليستي دي طائفة تؤمن بالأسم والتطهر بمعنى أي ينخرطون في ممارسات جنسية فاجرة وعهر ثم يمارسون التطهر بتعذيب أجسدهم وجلدها وبدل من رفض الخطيئة دعا راسبوتين إلى أنه يجب عليك شوفوا راسبوتين كان بيدعو لإيه بدل ما هو كراهب بدل ما يدعو لرفض الخطيئة كان بيدعو الناس إلى أنه يجب عليك أن تمارس الرزيلة والجنس الحرام عشان تعرف تتوب يعني فكر شاز غريب جدا 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 كان بينشره وزي ما قلت لكم ده هو أحد أسباب قيام الثورة البلشفية 1917 بسبب اللي عمله يعني هقول لكم دلوقت طبعا وبعد ذلك ذهب للعاصمة الروسية وقدر أنه يتعرف على القيصر قيصر روسيا نيكولا وزوجته الأمبراطورة أليكساندرا هقول لكم قدر يتعرف على الأمبراطور والأمبراطورة إزاي هو كان ولي العهد يعاني من مرض سيولة الدم الوراسي وكان الأطباء يعجزون عن مساعدته أو حتى إيقاف نزيف الدم المستمار لدرجة أن القاسر عد بيانا ينعى فيه ولي العهد يعني خلاص هو كان مشرف على الموت ولكن يتدخل هذا الراهب الخاليستي المعروف برس بوتين الراهب خاليستي برضو لدينا نقول الخاليستية دي يعني نوع من أنواع الهارتاقة أو الديانة خاصة بي لأن ما فيش دين بيقولك أنت تروح تعمل علاقات جنسية وبعد كده تروح تتوب يعني فكر شاز شوية يعني هو كان راهب ليه ديانته الخاصة بي المهم رس بوتين ده استطاع أن يصنع معجزة يعني إحدى المعجزات الغريبة جدا واستطاع أن يشفي الأمير الصغير اللي هو ولي العهد إزاي يعني أنا هقولك يعني يقال أنه استخدم التنويم المغناطيسي واستطاع أن يقلل من عدد نبضات قلب الأمير فاستطاع أن يوقف النزيف ولكن هناك من يقول ويؤكد أنه علاقة وثيقة بالشيطان وهو الذي يعطيه كل هذه القدرات الخارقة طبعا أنا لا أقدر أكد لكم هو يعني بس أنا أعتقد برضو أنه موضوع شيطاني يعني هو كان يعني سلم نفسه للشيطان لأنه كان عنده قدرات خاصة جدا يعني طبعا بعد المعجزة دي رس بوتين أصبح الرجل الأقوى في الدولة المستشار المقدس الذي لا ترد لها كلمة عند الإمبراطور والإمبراطورة خاصة الإمبراطورة ألكساندرا لأنه طبعا أنقص حياة ابنها ولي العهد ولكن هذه العلاقة الوطيدة بين رس بوتين والأسرة الحاكمة كانت شوه صورة الإمبراطور لأن هذا الرجل معروف عنه العربادة والمجون والعهر فكيف يكون مقرب بهذه الصورة من الإمبراطور والإمبراطورة فقام نبلاء روسيا وأمرأها بمحاولة لقتله عن طريق داعرة كان يمارس معها الجنس وفعلا نجحت في طعنه بسكين لكن الأطباء استطاعوا أن ينقذوا حياة هذا الراهب الداعر وأصر يعني برضو حتى طلباته كانت فيها طلبات غريبة جدا أصر أثناء العملية التي أجريت لإنقاذه أن تتم بدون أخذ بينك موضعي طبعا شيء غريب وعجيب يعني على إصراره الغريب ده أن يتألم أثناء العملية وده برضو يؤكد على علاقته بالشيطان بطريقة أو بأخرى يعني لأن ما الميزة أنك أنت تعمل عملية ولازم تحس بالألم الموضوع شيطاني طبعا طبعا بعد تلك الحادثة ازداد نفوز هذا الراهب الفاجر ويكاد يكون هو الحاكم الفعلي للبلاد وبدأ في تعيين الوزراء وإقالاتهم وبدأ في تعيين المولين لي وإبعاد المعارضين عنه وإقصائهم ينزع الأملاك والألقاب لدرجة أنه أصبح اسم مدينة سانت بوترسبورج الروسية في تلك الفترة اللي كان فيها هذا الراهب الفاصق هو المسيطر مدينة الشيطان من كسرة العربدة والمجون التي كان يمارسها راس بوتين في تلك المدينة أخيرا يقرر مجموعة من الأمراء استدراج راس بوتين بحجة لقاء فاتنة رستقراطية معجبة به أو تريد لقاءه يعني ويسكونه من الفوتكا ويدعون سم السيانيد القاتل بكمية كبيرة داخله ليقتلوه ولكن يشرب راس بوتين الفوتكا المسمومة دون أن يتأثر جسده بالسم ولا تظهر عليه أي مظاهر ضحف بل بالعكس يعني التفاجأ الأمراء اللي كانوا عايزين يقتلوه ظهرت عليهم مظاهر النشوة والحيوية والقوة واعتدال المزاج حاجة غريبة جدا السيانيد دا دا سم قاتل ويقوم يعني بالسؤال عن موعد وصول الفاتنة فخفى الأمراء كثيرا مما رأوا وسألوا أنفسهم هل نحن حقا في حضرة الشيطان فقاموا بإخراج أسلحتهم النارية وأطلقوا النيران عليه بلا تردد في وقت واحد حتى يعني وقعوا نزف يعني الدماء نزفت من كل جزء من جسمه بعد ذلك نزلوا الاحتفال وتركوه غارقا في دمه المتأكدين طبعا أنه خلاص مات يعني لكن أثناء شربهم نخب الاحتفال بالامتصار على هذا الراهب الداعب ذهب أحد الأمراء ليتأكد من موت راسبوتين يعني ليراه وكان متأكد أنه مات لكن المفاجأ أنه كان مازال على قيد الحياة وكان نازل على السلم عشان يعني يهرب فقام طبعا حاجة غريبة جدا هو طبعا اتصدم فقام بالنداء على بقية الأمراء الذين أمطروه بوابل من الرصاص مرة أخرى ولفوف سجادة بعد أن ربطوا بسلاس الحديدية أوصدوها بقفل من الحديد كبير ليرموه في نهر جليدي لكن حتى وهم يعني بيلقوا كان مازال حيا بل استطاع أن يمسك بيد أحدهم ليمنعهم من إلقاءه في النهر وقالوا أن يدها كانت مثل كابلات الحديد من قوة يعني مازال في قوة ومع ذلك نجحوا في إلقاءه في هذا النهر يعني رغم المقاومة العنيفة وبعد عدة أيام يتم العصور على جساته المفاجأ أن راس بوتين لم يموت لا بالسم ولا بالرصاص ولكنه مات عن طريق الغرق متجمد فلما يتحمل درجة الحرارة المنخفضة ورغم ذلك استطاع أن يفق قيوده الحديدية قبل موته لأنه وجدوه من القيود الحديدية كانت مفكوكة يعني استطاع أن يتخلص منها يعني شيء عجيب جدا العجيب أيضا أن راس بوتين تنبأ بموته بواسطة حاشية القيصر والأمراء المقربين للأمبراطور وحذر القيصر وقال له أنه لو قتل بيد أمراء الأسرة الحاكمة فلن تمضي سنتان قبل أن ينتهي حكم القيصرة في روسيا وفعلا كما تنبأ هذا الراهب الشيطان لم تمضي أشهر قليلة إلا قد وتم زبح واعدام آخر قيصرة روسيا وجميع أفراد الأسرة الحاكمة أثناء الثورة البلشفية 1917 وفعلا تحققت نبوءته وهي دي قصة حياة الراهب الفاجر راس بوتين أو الشيطان الذي كان يرفض الموت سؤال الحلقة النهاردة هل تعتقدون أن راس بوتين كان على علاقة فعلا بالشيطان أم هو الشيطان نفسه ومن أين أتى بكل هذه القدرات الخارقة والقدر على التنبؤ والشفاء يعني دي حلقة النهاردة أتمنى أنها تكون نالة إعجابكم وإلى اللقاء في شخصية تاريخية جديدة